في هذا الفيديو يمكنكم رؤية مجموعة من تماثيل الربات الحاميات التي عسر عليها في مجبرة الملك أمنحاتب الثاني حيث كانت مسؤولة عن حماية جسد الملك في رحلته إلى العالم الآخر وتعتبر من أقدم الإلهات التي عبدت في مصر القديمة حطحور هي معبودة مصرية قديمة وكانت إلها للسماء وكان يرمز لها بالبكرة أو إلى امرأة لها أزنان بكرة أو على رأسها كرنان ومعنى اسمها بيت حور أو ملاس حور فهي التي أوت اليتيم حورس ابن إيزيس وأرضعته وحمته فأصبحت بذلك أما له وللطبيعة كافة باعتبارها رمزا إلى السماء ثم جعلوها رعاية للموتى وأسكنوا روحها ما يزرع عند كبورهم من شجر الجميز ثم أبرزوها من الأخصان جسدا يسكي الزمقانين من من ركضوا في حزائر الموتى والإله ميرت سيجر زيت سلطة كبيرة على جبان الطيبة في عهد الدولة الحديثة ويعني اسمها التي تحب الصمت وكانت تعتبر إلها خطرا ورحيما في نفس الوقت كما أنها كانت مرتبطة ارتباطا وصيقا مع الكمة الكبالية على شكل الهرم في وادي الملوك كما كانت الآلهة الراعية للعمال بنات المقابر في دير المدينة وكذلك كانت تعاكب العمال الذين يرتكبون الجرائم وقد خصص لها رسم يدعى نفر أبو أو نفر عبو والإله نغبت كانت إلها محليا على شكل نصر في وقت مبكر من عصر ما قبل الأسرات في الأساطير المصرية القديمة وكانت رعاية مدينة نغب في النهاية أصبحت رعاية مصر العليا وأحد الإلهين الرعيين لكل من مصر القديمة عندما تم توحيدها والإله واجت هي إله الكبرى الفرعونية وزعم أنها الإلهة الرعية والحامية لمصر السفلة وبعد توحيد مصر انضمت إلى التاج الملكي ارتبطت واجت بمنطقة ديلتا النيل وكانت أكثر ارتباطا بعالم الأحياء وكانت مرتبطة ارتباطا وصيقا بفراعنة ملوك مصر كآلهة للحماية وغالبا ما كانت تصور على أنها كبرى منتصبة كما لو كانت مستعدة للهجوم وكما صورت على التاج الملكي لفراعنة مصر بعد التوحيد ارتبطت الآلهة نخبت ووضجت ببعضهما البعض بعد توحيد مصر السفلة والعليا وهم من أقدم الديانات المصرية القديمة في عصر مع قبل الأسرات فبعد توحيد مصر تواجد الآلهة نخبت والآلهة وضجت بجانب بعضهما البعض على التاج الفرعوني لملوك مصر يمكنكم رؤياتهم مجتمعين بأفضل صورهم على القناة الزهبي للملك الصغير توت عن خامون وتوابيد توت عن خامون السلاسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر